اهلا بكم مشاهدين الافاضل الى صباح يالكان من الجزائر الدولية بداية حجز منتخب كوديفوار بطاقة العبور الى نسو نهاي كأس امم افريقيا مساء السبت بعد الفوز على مالي بهدفين لواحد بعد تمديد في اللقاء الذي احتضره ملعب السلام في مباراة تعرفت ندية كبيرة بين الطرفين ولونتها البطاقات الحمراء ووصل اصحاب الارض بتعداد ناقص هذا وانتهى الوقت الرسمي للمباراة بتعادل الاجابي هدف لهدف وفي الشوطي الاضافي سجل كوديفوار هدفا قاتلا في الدقيقة 22 بعد المئة لتقسي الفيلة الافوارية النسور المالية من المسابقة وتتأهل الى المربع الذهبي اذا نظرت الى كل السيناريوهات في المباراة تجد ان العقلية لم تكن لوحدها الشيء الذي ساعدنا على الفوز بمباراة شهدت مواجهة بين عشرة لاعبين ضد 11 لاعبا تكبدنا هدفا قبل عشرين دقيقة من النهاية لكننا لم نعتمد على العقلية لوحدها بل حسننا من الاداء في الناحية التاكتكية حتى عندما لعبنا بعشرة لاعبين ادى المشجعون بالطبع مهمتهم منذ طلاق البطولة يمتاز مشجع كوديفوار بهدوئهم ويعملون على الدفع وتحفيز المنتخب جابهنا فترات صعبة في المباراة لكنهم لم يتركوننا وواصلوا مسندتنا يمنحوننا حافزا إضافيا عندما نكون على أرض الملعب لأجل تقديم أفضل ما لدينا ولذلك نجحنا وفزنا بالمباراة هذا وضع يصعب علينا هضمه أفلحنا في تقديم أداء كبير كانت مباراة قوية وساعدنا الحكم كثيرا في آخر الدقائق قررنا العودة لنظام الخمسة مدافعين لأن المباراة شهدت الكثير من التمريرات العالية وحاولنا السيطرة على ذلك وأردنا استخدام لاعبين يجيدون حسم الثنائيات خسرنا المباراة في خمس دقائق ولذلك أنا حزين لأجل اللاعبين من جهتها بلغت جنوب إفريقيا نصفا نهائي كاسي أمم إفريقيا صارت السد بعدما تغلبت على الرأس الأخضر بركلة الترجيح اثنين لواحد بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل السلبي وفرض حارس ماملودي سان داوزرون وين ويليامس نفسه نجما لركلة الترجيح حيث تصدى لأربعين منها مالحا بلاده بضاقة العبور إلى نصف النهائي الأول منذ عام 2000 وسيلاقي البفانا بفانا في نصف نهائي منتخب نيجيريا أربعاء المقبل بملعب السلام في بواكي كانت مباراة مرهقة للغاية خاصة عندما لعبت ركلات الجزاء فأنت لا تدري مطلقا ما قد يحدث فيها إنه وضع متميز لكل لاعب نحن لم نكن محظوظين لأن لدينا حارسا ممتازا جدا إذا قمت بالتصد لأربع ركلات جزاء فإن ذلك لم يأتي بضربة حظ بإمكانك صد ركلة واحدة لكن أن تصد أربعة فإن هذا لا يأتي بالحظ كما أنه أنقذنا قبل دقيقتين من النهاية عندما انفرد به لاعب لذلك استحق جائزة أفضل لاعب في المباراة عتل المنتخب والعب برغبة كبيرة طيلة المباراة وهذا هو الأمر المهم بالنسبة لي رأينا مشاعر الأخوة السائدة بالروح القتالية وهذا أمر جيد ولذلك فإن لأستلم هذه الجائزة نيابة عن كل اللاعبين وعن الجهاز الفني رأى الجميع أننا صنعنا عددا كبيرا من فرص الفوز بهذه المباراة لكننا لم ننجح في مرادنا غير أننا أظهرنا نغم ذلك صلابة كبيرة نحن دولة صغيرة ولذلك يجب أن يفخر شعب الرأس الأخضر بكل ما قدمناه أمام الجميع في هذه البطولة وللحديث مشاهدين عن نتائج مواجهة ربع نهايك السموم أفريق التي لعبت مساء السبت ينضم إلينا من عاصمة التونسي الصحفي الرياضي محمد أدريدي صباح الخير محمد صباح النور أستاذ عسام صباح النور لكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية ومرة أخرى سعيد جدا بالتواجد في برنامج الصباح اللي كان ونحن نسعد دائما بمشاركتك معنا بداية محمد أدريدي كيف تابعت مباراة كوديفور ومالي مباراة قوية ومثيرة البلد المنظم يصحح مصاره في المسابقة يقسي المنتخب المالي ويبلغ المربع الذهبي بعدما عاد من تحت الركام بعد المستويات المتذبذبة الذي ظهر فيها في بداية البطولة عاد إلى سكة الانتصارات والآن بلغ نصف نهائي المسابقة نعم أستاذ عسام المنتخب الإفواري بعد أن عاد من تحت الركام منتخب إفواري من رحم المعاناة بعد أن ترشح بالإصعاف إلى الدورة السادس عشر يجد نفسه في المربع الذهبي كيف لا وهو المنتخب المستذيف لهذه المسابقة الأفريقية بالعودة إلى مجريات المباراة مباراة الكودو بوار ومالي وبعد الإقصاء في الإقصاء مدافع المنتخب الإفواري خلنا أن المباراة واعتقدنا أن المباراة من جهة واحدة ستلعب لسالح منتخب مالي الذي سيطر تقريبا بالطول والعرض حتى الرسم التكتيكي لمدرب المنتخب الإفواري بعد أن كان 4-2-3-1 تغير بعد إقصاء المدافع لأيمن تغير إلى 4-2-2-1 تخلى على اللعب رواق بينما المنتخب المالي كانت له نسبة الاستحواذ على الكورة وسيطر على مجريات المباراة إلى أن أتى الهدف عن طريق اللعب ناني هدف المنتخب المالي لم يتراجع المنتخب المالي استحوذ أكثر على الكورة لكن المهم والنقطة المهمة جدا في المباراة التي عنونتها مباراة دراماتيكية بين الكودو بوار ومالي التغييرات التي قام بها مدرب المنتخب الإفواري أعطت أكلها واستطاع في الدقيقة الأخيرة في الوقت القاتل المنتخب الإفواري أن يعدل النتيجة هذا الهدف غير من معنويات منتخب كامل الذي يلعب أمام جماهيره غير من معنوياتهم وأصبح المنتخب الإفواري خاصة في الحصص الإضافية أفضل بكثير من المنتخب المالي واستطاع أقريبا عن طريق هدف ذهبي في الدقيقة 120 أن يسجل الهدف الثاني وأن يفوز بهذه المباراة كما قلت بهدف قاتل وهدف ذهبي للمنتخب الإفواري النقطة المهمة أيضا في مباراة كودو بوار ومالي هي القوة البدنية والمباراة البدنية ممكن أيضا ومتحدث عن كأس أمام أفريقيا أنها كأس بدنية بامتياز لأنه دائما الأفضلية لمن هو أفضل بدني لأن المنتخب الإفواري حقيقة خاصة في الحصص الإضافية كان أفضل بدنيا رغم النقص العددي كان أفضل من المنتخب المالي الذي تراجع كثيرا في الحصص الإضافية وهي نقطة مهمة جدا كما تحدث سابقا عن المنتخب الناجيري والقوة البدنية التي يملكها أيضا منتخب إفواري لديه القوة البدنية النقطة أخرى إذن مباراة هي البطاقات الحمراء هذه المباراة ترورية صحيح مباراة تلونتها البطاقات الحمراء وهذا ما كنت سأتطرق إليه لكنك استبقتني بالإجابة أوديلون كوصونو طبعا تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة الثالثة والأربعين بتعداد ناقص وصل المنتخب الإفواري المباراة رغم هذا أن المنتخب المالي لم يستغل التفوق العددي في المباراة وسجل منتخب كوديفوار هدف قاتل في التسعين دقيقة بعد التمديد سجل هدفا قاتلا آخر حتى ما أو حسم به المباراة أقصى المنتخب المالي وبلغ المربع الذهبي ثلاث بطاقات حمراء ثلاث بطاقات حمراء في هذه المباراة وهذا ما يلخص ما تحدثت عنه منذ قليل أنها مباراة بدنية بالأساس مباراة فيها الاندفاع البدني وأيضا ممكن فيها بعض التشنجات من بعض اللاعبين أيضا لاحظنا أيضا دياكي تي بعد تسجيله للهدف في الدقيقة 120 تحصل على البطاقة الصفراء الثانية وبطاقة الحمراء أيضا منذ بداية المباراة مدافع المنتخب الإفواري بترض ببطاقة حمراء إذاعة ضربة لجزاء لمنتخب مالي هذا اللي خليني نقول إنها مباراة دراماتيكية بين منتخبين أشقاء وأجوار في إفريقيا الكودوفوار ومالي مباراة دراماتيكية الحقيقة مباراة شيقة جدا لكن الملاحظ أيضا من بين النقاط التي يمكن أن نتحدث عنها منتخب الكودوفوار وكيف عاد في هذه المسابقة ترشح بثلاثة نقاط بمعاناة كبيرة في الدورة الأول ربما روح جديدة مع مساعدة المدربة الذي حل مكان المدربة الأول ربما روحها جديدة أيضا نال إعجابي في التغييرات التي قام بها في الشوطر الثاني أيضا تعامله مع مجرية المباراة كما قلت كان منتخب الكودوفوار قبل الإقصاء يلعب بخطة 4-2-3-1 بعد الإقصاء تغيرت الخطة مباشرة إلى 4-2-2-1 تخلى عن لعب رواق وشوفنا حتى لعبي الرواق قربه أكثر إلى وسط الميدان وقبل اللعب منتخب الكودوفوار ممكن المدرب في فكره كان مش يلعب على الكرات أو الهجمات المعاكسة لكن في الشوطر الثاني وبعد قبول الهدف وخاصة في العشر دقائق الأخيرة كان نرجع لمجرية المباراة ونشاهد التغييرات التي قام بها مدرب الكودوفوار كانت تغييرات جيدة جدا وتغييرات موجهة وانطلق اللعب في الكرات العالية على المهجمين والكرات العالية أعطت أكلها بتجهيد التعادل منتخب الكودوفوار مرة أخرى أكد أن هذا المساعد يكون مدرب رئيسي يكون مدرب رئيسي خاصة مع صحوة المنتخب الإفواري في المباراة الأخيرة وإقصاء لحامل اللقب أعطى له معنوية ودفعة والاعتماد إمرس فايي المدرب المؤقت يعتمد على اللاعبين الذين يملكون الخبرة والتجربة في مثل هكذا مباراة واستطاع المرور إلى المربع الذهبي وعلى بعد خطوة واحدة من المشهد الختامي وسنتحدث عن مواجهة النصف النهائي قبل ما نمر للحديث عن مباراة أخرى أيضا مباراة مثيرة مباراة تقاوية جمعت جنوب إفريقيا والرأس الأخضر جنوب إفريقيا أيضا بعدما انتهى الوقت الرسمي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح الحارس رونوين ويليامز يقود جنوب إفريقيا إلى المربع ذهبي كيف تبعت هذه المباراة المثيرة والقوية هو في الحقيقة أستاذ عيسام المنتخب جنوب إفريقيا منذ دور المجموعة تحدثت عنه قلت أنه منتخب جيد جدا منتخب جنوب إفريقيا خاصة مع المدرب البلجيكي فما بصمة مدرب قاعدين نشوفه فيها في المنتخب الجنوب إفريقي مباراة الرأس الأخضر جنوب إفريقيا الحقيقة الرأس الأخضر بالعودة إلى مجرية المباراة خلق العديد من الفرص ممكن حتى قبل سافرة الحكم فما كورا فأنقذها حارس المرمى ويليامز كورا كانت واجه لواجه لليعب ومهاجم الرأس الأخضر وللأمانة منتخب علينا بالإشادة بهذا المنتخب منتخب الرأس الأخضر فببلوغه الدور الربع النهائي يعتبر إنجاز لهذا البلد منتخب جنوب إفريقيا منتخب جنوب إفريقيا ممكن سيّر المباراة جيدا وتعامل جيدا وتعامل ذكي لمدرب منتخب جنوب إفريقيا مع مجرية المباراة لديه أيضا حارس مرمى ويليامز حارس مرمى الحقيقة حارس ماميلودي سانداونز أبدع في هذه المباراة ممكن أعتبره الحارس رقم واحد في كأس أمم إفريقيا الكدوبوات 32 سنة حارس سانداونز تصدى لأربعة ركلات جزاء ولولا الحارس لربما كان جنوب إفريقيا بالأمس أولا كان الرأس الأخضر أن يمر إلى الدور النصف النهائي تصدى لأربعة ركلات جزاء وأيضا حتى الركلة الخامسة التي توجه نحو الكورة في الركلة التي سجلت للرأس الأخضر الحقيقة ويليامز هذا الحارس ممتاز وممتاز جدا يحسن قراءة المهاجمين ويحسن قراءته عنده الحس حارس كبير وحارس بمواصفات كبيرة وتألق خاصة في مباراية مثل هذه ممكن حارس أن يبرز بشكل لافت ممكن مهاجم ممكن مدافع والحارس بالأمس طبعا كان في يومه وساهم بشكل كبير في قيادة جنوب إفريقيا إلى نصف النهائي بالتأكيد حارس المرمى هو جزء لا يتجزأ من لعبة كرة القدم حارس المرمى ممكن أن ينقذ منتخبة وفريق من هزيمة حارس المرمى ممكن أن يخلي الفريق منتصر في النتيجة لكن أيضا لا ننسى أن تركيبة منتخب جنوب إفريقيا تركيبة جيدة جدا تقريبا ماميلو دي سانداونز كل اللاعبين ثمانية لاعبين من ماميلو دي سانداونز وبالتالي فما التناسج بين اللاعبين والتجانس بين اللاعبين عفوا بين لاعبية جنوب إفريقيا ولحمة جيدة جدا كون المدرب البلجيكي هذا الفريق من ماميلو دي سانداونز وبالتالي فما نتيجة جنوب إفريقيا في الدواء صحيح كون ممكن أن نشهد الرأس الأخضر في الدور النصف النهائي لأنه في النهاية هي ضربة حظ ضربة الجزائر الرأس الأخضر أسال العلق البارد لجنوب إفريقيا وودع المسابقة بشرف وأيضا مالي بندية كبيرة أمام البلد المنظم بعد المستويات التي بصم عليها منذ انطلاق المسابقة ويخرجان بشرف من المسابقة الآن نتحدث محمد أدريدي عن المباريات المرتقبة في الدور النصف النهائي نيجيريا جنوب إفريقيا كوديفوار الكونغو الديمقراطية نيجيريا جنوب إفريقيا نهائي قبل الأوان نيجيريا جنوب إفريقيا نعم نستطيع أنه عنوان نهائي قبل الأوان خاصة عن المنتخب النيجيري كما تحدثت عنه سابقا منتخب بدني تقريبا المنتخب الوحيد في هذه النسخة من كأس أمم إفريقيا بخطة وبفكر مدرب برتغالي جديد بخمسة أربعة واحد هذه الخطة التي لاحظتها في منتخب نيجيريا تيوالا كأس أمم إفريقيا وخاصة بوجود لاعبين متميزين في الهجوم ما تحدث هنا عن أسيمان لعب نابولي أيضا سيمان لعب نونت لاعبين الحقيقة مزعجين في الخطة الأمامية للهجوم أيضا منتخب نيجيري منتخب بدني بالإضافة إلى لقمان أونيكا إيوي سنوسي طبعا كلهم لاعبين والحديث معك لو سمحت محمد دريدي يجرني للحديث على منتخب نيجيريا لبأس محمد دريدي أن نتوقف لنتوجه لمتابعة هذا التقرير الذي يتحدث عن مشوار منتخب نيجيريا في هذه المسابقة ثم نواصل معك الحديث الاختلاف حول تفرد النسخة الرابعة والثلاثين من كاس أمم إفريقيا لكورة القدم المنافسة التي حملت منذ انطلاقتها مفاجآة عدة أثبتت التحول الرهيب لجغرافيا الكرة في القارة الصمرة لا فرق بين كبير وسغير لكن في خضم صراع المحافظة على الكبرياء وإضالة البقاء في كوديفار تسير نيجيريا بخطا ثابتة دورا بعد آخر إلى المشهد الختامي أنا سعيد جدا جدا أشكر الله على هذا الانتصار المميز أنا حقا سعيد جدا بتركيبة غنية ومدرب أجنبي يكتشف لأول مرة أجواء أدغال القارة تحلق النسور الممتازة إلى النصف النهائي بعد مشوار مميز وأداء لافت يعتمد بالأساس على طريقة اللاعب الجماعي وهو النهج الذي ميز البرتغالي خوسي بيسيرو الذي يفاضل نظام التكتيكي المبني على الصلابة الدفاعية والضغط المكثف واللاعب الهجومي المركز للمرة العشرين تشارك نيجيريا في حدث إفريقيا الباريس بجيل ذهبي يتقدمهم أفضل لاعب في القارة لسنة 2023 لتبلغ نيجيريا نصف النهائي للمرة الثالثة عشرة على أمل تخطيه للمرة السابعة والتتويج للمرة الرابعة واستعادة التاج بعد أزيد من عشر سنوات على آخر لقب نيجيري مباراة اليوم كانت جيدة جدا ونحن فخورون بنيجيريا النيجيريون المقيمون بكوديفور يدعمون دائما منتخب بلادهم قلب ينبض للوطن نحب نيجيريا ونفتخر بها نحن ذاهبون للتتويج بالكاس أوسيمين ليس لوحده البارز مع المنتخب النيجيري بل يصاحبه عدة لاعبين آخرين أبرزهم آدم للقمان والهدف تقديم أفضل ما لديهم وصناعة الفارق في نسخة أظهرت على العموم أن التألق ليس مرهونا بالإسم ولا بالمكانة المنتخب المتوج بنسخ 2013-1994-1980 يريد بكل ثمن إضافة لقب قري آخر وكتابة مجد جديد بعدما خنه الحظ في نسختين الأخيرتين عام 2022 بالكاميرون في ثمن نهائية مما نسور قرطاج وعام 2019 في نصف النهائي أمام محاربي الصحراء المتوجين بلقب تلك النسخة إذن أعود إليك محمد دريدي تابعنا هذا التقرير نتحدث عن منتخب نيجيريا الذي يلعب بطريقة جماعية إنذبات تاكتيكي صلابة دفاعية وكثفة هجومية بالإضافة إلى التألق الأسماء والنجوم كما ذكرنا قبل قليل يتقدمهم الصمان الذي برز أو بصم على مشوار جيد في هذه المسابقة ماذا يمكن أن تضيف على هذا المنتخب؟ الحقيقة ممكن يستعيد الأمجاد ممكن يستعيد الجيل السابق لمنتخب نيجيري الحقيقة منتخب نيجيري كما تحدثت عنه قلت هو الأقوى والأفضل إلى حد الآن في كأس أمم أفريقيا بفكر مدرب بيسيرو والمدرب البرتغالي الجديد بخطة 5-4-1 التعامل مع مجرية المباراة أيضا بالنسبة للمدرب البرتغالي ممتزة جدا أيضا كما تحدثت لديه في الخطة الأمامي والخطة الهجومي لاعبين متميزين لقمان لاعب أطالنطا أيضا أسيمان لاعب ناكولي سيمون أيضا لاعب ومحترف لانتا لفرنسي هناك لحمة بين لاعبية المنتخبة لنيجيري وأعتقد أنه إلى حد الآن وحسب مشاهدي لكأس أمم أفريقيا هو الأفضل منتخب نيجيريا وأعتقد أنه أمام جنوب أفريقيا لديه أفضل على الورق على حساب جنوب أفريقيا وربما مباراة أخرى البلد المنظم المنظم عفوا كوديفوار سيلاقي منتخب كونغو الديمقراطية الذي أيضا سير هذه المنافسة وعرف كيف يصل إلى النصف النهائي وسيصطدم بالبلد المنظم متسلحا بعملي الجمهور والأرض كيف تقرأ هذه المواجهة نعم ابناء كونغو حسب مشاهدي لهذا المنتخب في الأدوار الثمن النهائية والربع النهائي لكأس أمم أفريقيا لحظت أيضا أن المدرب الفرنسي سيباستيان دي سابر لهذا المنتخب الحقيقة لديه فكر ممتاز هذا المدرب خاصة في التعامل أثناء المباراة لكن لا ننسى المعنويات المرتفعة بالنسبة لمنتخب الأفيا لمنتخب الأفواري المنتخب الأفواري صاحب الأرض لا أعتقد أنه سيفرط في هذه المباراة خاصة أنه الآن وصل إلى الأمطار الأخيرة من كأس أمم أفريقيا بمعنويات مرتفعة جدا العودة من بعيد أمام مالي وانتصار ثمين جدا انتصار الأشواط الإضافية أمام مالي هل سيكون جاهز بدنيا أنا دائما أؤكد لأن كأس أمم أفريقيا تلعب بدنيا وتكتيكيا الفكر التكتيكي من المدرب وجاهزية البدنية من اللاعبين المنتخب الأفواري هل سيواصل هذه السلسلة الإيجابية أم لا أمام من أمام منتخب كونجولي الحقيقة منظمة جدا منتخب كونجولي ولو أنه ما فيش أسماء كبيرة للمنتخب كونجولي وأسماء محترفة في في فرقة كبيرة في أوروبا كلها أسماء في الصفلة الثاني في أوروبا وفرقة في الصفلة الثاني في أوروبا لكن هناك فكر مدرب الفرنسي سيباسيان دي سابر الذي يتعامل جيدا أيضا في تطبيقه لخطة 4-2-3-1 للمنتخب الأفواري لديه لاعبين في الأروقة لاعبين متميزين الحقيقة منتخب كونجولي قادر أنه ينتصر على المنتخب الأفواري ولو أنه المنتخب الأفواري محفز ومنتخب الأفواري مدعوم من قبل جماهيرو وخاصة المعنويات مرتفعة جدا لهذا المنتخب لكن من خلال متابعة المنتخب الكونجولي أعتقد أنه لو كان سيباسيان دي سابر يعرف جيدا كيف يتعامل مع مجريات المباراة لو كان يتابع جيدا مباراة مالي يعود إلى مباراة مالي ولا كود أفوار خاصة الفرص التي أضعها المنتخب المالي أعتقد أنه قادر قادر المنتخب الأفواري أنه يتجاوز المنتخب الأفواري صاحب الأرض والحديث عن منتخب الكونجو طبعا يواصل منتخب الكونجو الديمقراطي الشق طريقه بثبات نحو نهايك سمم أفريقيا لكرة القدم فريق الفهود ورافق الفائز على غينيا في الدور الربعي النهائي رافق نظيره أنه يجري إلى نصف النهائي وبات هذه المرة السادسة التي يسهل فيها منتخب الكونجو إلى نصف النهائي نتابع هذا التقريط ثم روسل النقاش للمرة السادسة في تاريخه الكروي ينجح منتخب الكونجو الديمقراطية في التواجد ضمن كبار المربع الذهبي لكأس أمم إفريقيا بكوديفور جماهير فريق الفهود لا تزال تحتفظ بذكريات التتويج بلقبي عامي 1968 و1974 بالإضافة إلى مشاركته في نسخة نهائية 1972 بالكاميرون أي نحتل المركز الرابع بعد الخسارة من الكاميرون في مباراة تحديد المركز الثالث ليحسن من ترتيبه في طبعة 1998 حيث حل في المركز الثالث ويتوقف مشواره في كاني غينيا الاستوائية 2015 في نصف نهائي زملاء اللاعب آرثر ماصواكا بصموا على أول فوز لهم في المنافسة أمام غينيا بعد سلسلة تعادلات متتالية بلغت أربع مواجهات انتصار قادهم إلى محطة رفعت من سقف طموحاتهم لقول كلمتهم في هذه الطبعة خبرة إفريقية مع بعض الأندية والمنتخبات منحت المدرب الفرنسي سباستيان دوسابير دافعا للذهاب بعيدا في المنافسة ولا شك أن ما وصل إليه الآن يعد أكبر نجاح في مسيرته التدريبية صاحب السابعة والأربعين عاما ومنذ تعيينه على رأس منتخب الكونغو الديمقراطية صيف 2022 تجدد العهد مع الانتصارات حيث سيخوض مباراته العشرين وفاز قبلها في ثمانية وتعادل في سبع وانهزم في أربع في المركز الثالث عشر إفريقيا والسابع والستين عالميا يتطلع منتخب الكونغو الديمقراطية لمواصلة قفزته الرياضية التي ستجعله رقما مميزا في معادلة الكرة الحديثة في القارة السمراء إذن نتبعنا هذا التقرير أعود إليك محمد ددريدي والحديث عن منتخب الكونغو الديمقراطية الذي سيّر هذه المسابقة وصل إلى النصف النهائي وستكون مباراة قوية مثيرة قبل المحطة الختامية وقبل المشهد الختامي من سيقصي من هل سيواصل منتخب الكونغو تعتقد أنه سيواصل أم أنه سيتوقف مشواره أمام البلد المنظم رغم أنه أيضا يضم في صفوف لعبين ينشطون في برينتفورد على ويسايوان وسيدريكا باكمبو لعب ريال بيتيس وميسياك إيليا لعب يونغ بويز وأيضا المدافع كالولو لعب لوريون يملك أسماء الكونغو الديمقراطية قادر أن يتخطى عقبة كوديفوار لأنه صحوة كوديفوار في الأونة الأخيرة أصبحت صراحة تخيف المنتخبات وقد تخلط كل الحسابات نعم يملك أسماء منتخب الكونغو لكن منذ قليل عندما تحدثت عن الأسماء المتواجدة في منتخب الكونغو قلت ليست في الفرقة الموجودة في الصف الأول ليس لديه لاعبين في الريال أو في برشلونة أو في ليبربول أو في الباييرن ليست في الفرقة صف الأول في أوروبا لكن لديه أسماء جيدا كما تحدثت عن ويسال مهاجم ممتاز جدا لكن من خلال أيضا متابعتنا لمنتخب الكونغولي لاحظنا أن المدافعين في المنتخب الكونغو يسجلوا في الأهداف عن طريق قراطة ثابتة نهيك أنه في المباراة الأخيرة أمام غينيا الثلاث أهداف سجلوا هدفين مدافعين هنا أتحدث عن ميم بيمبا وساسوكو أيضا المدافع زوز اثنين مدافعان سجلوا في مرمى غينيا وبالتالي منظومة كاملة منظومة دفاعية لمنتخب الكونغو وأنا أؤكد أنه منتخب كونغولي بقيادة المداربة الفرنسي سيباستيان دي سابر قادر أنه يجتاز عتبة المنتخب الاغواري رغم أنه المنتخب الاغواري معنويا بمعنويات مرتفعة جدا أيضا أصحاب الأرض تحت وجود جماهيره أكيد أمام أنظار جماهيره وبالدعم الكبير الذي سيلقاه منه جماهيره لكن منتخب كونغولي إلى حد الآن قادر أنه يذهب إلى الدور النهائي من كأس أمم أفريقيا لو يعرف كيف يتعامل جيدا مع مجرية المباراة أيضا على المدرب سيباستيان دي سابر أن يعرف كيف يمتص الضغط الجماهيري للإفواريين خاصة كما تحدثت عن المعنويات المرتفعة منتخب كونغولي إلى حد الآن أعتقد أنه أفضل من المنتخب الإفواري على الورق محمد الدريدي لو تتفق معي بأنه مباريات الدور نصف نهائي مباريات تربح ولا تلعب مباريات تلعب على تفاصيل وعلى جزئيات صغيرة مباريات مصيرية حاسمة على بعد خطوة واحدة من المشهد الختامي الصرار على الفوز لكل المنتخبات تتطلب تحذير خاص تتطلب تركيز تتطلب أيضا تحذير بدني للأشواط الإضافية وكل التفاصيل يجب أخذها بعين الاعتبار هل تتوقع أن تستمر المفاجآت في كان المفاجآت في الدور الأدوار في الدور النصف نهائي ومن تتوقع أن يصل إلى المشهد الختامي هل بدأت تتضيح هوية البطن للنسخة الرابعة والثلاثين أم لا تزال هناك أو لا تزال هناك المفاجآت ربما تخلط التوقعات هو أستاذ عسام للحقيقة والأمانة هي كان مفاجآت بامتيازة كان المفاجآت لكن أعتقد أنه الآن في الأدوار المتقدمة خاصة لما أتحدث عن الأدوار النصف الدور نصف النهائي التحذير موجود سيكون بالنسبة لهذه المنتخبات لأن المنتخبات أكيد لديها الخبرة الكافية هنا تحدث نيجيريا أيضا الكودوبوار الكونجو جنوب أفريقيا منتخبات لديها الخبرة الكافية التحذير على المستوى الحصص الإضافية أيضا التحذير خاصة عن مستوى ركلات الجزاء الترجحية هذا أمر مهم ومهم جدا العامل البدني عامل مهم جدا مع ارتفاع درجة الحرارة أيضا ارتفاع الرطوبة عامل البدني مهم جدا في هذه الكأس الإفريقية أعتقد عندما أتحدث عن العامل البدني أن المنتخب نيجيريا هو رقم واحد أيضا الحضور الذهني والحضور التكتيكي لأنها مباراة كأس مباراة تربح ولا تلعب مباراة التي أكيد ممكن أن نسلم كلا كورة لكن أنا من أفوز في النهاية مباريات مهمة جدا لأنه مباراة دور نصف نهائي في اعتقادي أن المباراة الأولى ما بين نيجيريا وجنوب إفريقيا لن تكون هناك المفاجأة أعتقد أن المنتخب نيجيريا في طريق مفتوح للانتسار رغم وجود بعض اللاعبين أو وجود فكر مدرب بالنسبة لجنوب إفريقيا قادر أن يتعب شوية منتخب نيجيريا لكن المنتخب نيجيريا بالأسماء الموجودة بالحضور لبدني بالفكر الموجود لدى المدرب لكورتغالي إذن محمد دريدي وأكيد هذه المواجهات ستخفي أسرارها إلى غاية نهاية الوقت الأصلي للمباراة وأكيد ستحمل لنا عدة مفاجآت والمتعة والفرجة ستكون في المدرجات أشكرك جزيل الشكر محمد دريدي الصحفي التنسي كنت معنا عبر خدمة سكايف من تونس شكرا جزيلا شكرا استنائها شكرا إذن مشاهدين الله فاضل وصلنا إلى ختام صباح الكان من الجزائر الدولية مرنامج والصباح النيوز مستمر معكم إلى غاية العاشرة صباحا صباحا شكرا على متابعة